غاربية الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية تتعرض مجددا لعصفة تلجية وهي لم تضمد بعد الجراحة التي خلفها لأعصار ساندي الأسبوع الماضي الذي قضى على 111 شخصا على الأقل ليلة الأربعاء إلى الخميس وبعد تحذير مصالح الأرصاد الجوية وعمدة نيويورك وجد نيويوركيون الذين مزال مئات الألاف منهم محرومين من الكهرباء والماء أنفسهم في وضع ذكرهم بالكابوس ساندي رغم أن شدة هذه العصفة التلجية أخف من الأعصار تسقط الثلوج هو آخر ما كنا نرغب فيه أو نتوقعه لكن الثلوج أفضل من الأمطار والمياه لا حاجة لنا بها الآن تسقط الثلوج صدمنا في ظل استمرار غياب الكهرباء وندرة الوقود طفت العائلة لتدبير أمرها حسب ما أمكن لحماية أطفالها من أخطار البرد طفلة التي تبلغ من العمر ثلاثة عوام ذترتها بما أمكن وضعتها بيني وبين زوجي لتدفئة جسدها موجة البرد هذه التي زادت في تعقيد حياة منكوبية الإعصار ساندي أدت لتعليق العديد من رحلات الجوية وشل مطار نيو آرك القارب من نيويورك فضلا عن قطع طرق المواصلات بسبب كتفة التلوج ترجمة نانسي قنقر